يا خبير شباب معكم محمد جمال من قوة العميد وحلقة جديدة في الحلقة اللي فات جمعنا هزا الماتور الجامد وبصراحة يا جماعة اللي بحب حلقات تجمع المواتير قوي 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 وبالنسبة في حد فيكو قال العميد انت مال صوتك تعبان وكده يعني والله يا حبيب مش بوبة تعبان هو بوبة مسلا انا مسلا كنت رايح انام فبقول لا خليني قبل ما نام عشان اريح نفسي كده ابدأ اصور الحلقة ومنتجها وارفعها لك عشان تتفرجوا عليها فبالتالي بقى بكون اي منهم بقى لوصوتك عارفين انت كده تحسوا كده او لما تكون قاعد ساكت فترة الموقف حالة النهاردة ان شاء الله عايزين نبدأ نجمع العفشة كاملة بتاعت العربية دي كنت عايزة اعمل حركة صراحة ان انا اجدد الجلد ده واجدد العفشة دي بعد ما يمصد ديه ونبدأ نركبها ولكن فكرت في الموضوع شوية ايام بقى ما كنت بادئ في القناة كنت اخدت يمكن خمس ساعات لحد ما جمعت الدنيا دي والضبطية برجعوا تفرجوا على السلسلة الاساسية على العام ميديو جمل هتلاقي يمكن واحد واربين حلقة اتنين واربين حلقة حاجة زي كده فالمهم في حالة النهاردة هنبدأ نجمع العفشة بشكل كامل ونركب الكراسي وان شاء الله الحلقة الجاية وممكن بركبش الكراسي كلها عشان لسه برضو في توسيل كهرباء وان شاء الله الحلقة الجاية نبدأ نوصل الكهرباء ونحط الماتور واخيرا نشغل العربية طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل زي ما انا قلت لكم ان احنا هناخد بعض اجزاء من هزي العفشة زي مسلا هؤلاء المقصات وطبعا الموجه ليمين والشمال وبتاعت الدليكسيون الفرامولات طبعا كلها محتاجينها خلي بالكوا يا جماعة في امام وخلفي فانا بحاول ان انا اخد الامام الاول بعد كان ننتقل الخلفي اللي هو ده وبتاع دي برضو كنا مابوتنا اخدها الامامي فممكن مسلا نحطها هنا كده ممتاز جدا دول الحاجات اللي احنا محتاجينها بالنسبة لدول انا صراحة مش محتاجهم اقولولي ليه لان احنا هنا مشتريين مساعدين حتى كمان المساعدين الاماميين مش هنحتاجهم لان برضو في مساعدين طبعا الحل فصح اشترينا الكلام ده كله واشترينا هنا المدام نيمار او البداع اللي هو ده فانا بصراح كنت عايزة اشتري اللي هو بتاع الحمار الوحشي انا بتكلم طبعا الكسوة ولكن عادي ما فيش اي مشاكل نيجي بقى هنا كده في هذا الجزء كده نشوف بس احنا هنبني ايوة هنا المقصات الامامية ده طبعا اليميل لأ ده ده الشمال ده لأ ده يعمل يميل لأ يا باشا ده يبقى الانتجاه التاني وده تحسوا برضو هنا هو في ايه يا جماعة وليه طب في اف اار وفي اف ايل وبتاعه دانيا عموما ده هيركب هنا كده ماخو وده اوتوماتيك اصلا لو جينا نحطه هنا بس ده مكتوب عليه اف اار اه ده الرأيتي عامة هوا طيب مهم تسجد ده موليه هنا مكتوب بالمقلوب اه وده برضو عندك الموجهات تقريبا برضو مش فرق اه يمين على الشمال لأ السداء يا جماعة بتفرق يعني شوف انا لازم ارتب كل حاجة بالزبط عشان وانا شغال كل حاجة تبا مترتبة معايا وده طبعا يعتمد على الشنطة بتاعتك دي بتاعته هنسيبه هنا او بتاعت بمعنى صح عندك الفرامل ده ده الفرامل ايه اليميل ولا الشمال طبعا هنا مفيش فرق وهو ده المطلوب اثباته وعندك دي وخلها محط برضو دي هنا ودي هنا يا لو ده تدواخين معاك بقى من هنا للصبح وطبعا الكلام ده كله هيتحط هنا اوه ده اللي هو اصلا اللي هيمشي العربية ده يا جماعة اللي هو بيكون مربوط بالجير بوكس بنس اسمه هو اسمه ايه ده اللي هو اللي بوصل الحركة من الماتور للكويتشات معاني ان هو ليه اسم كوبلن تقريبا ممكن يبقى اسمه كوبلن اه هو وطبعا ده سدر العربية او الجزء اللي هيتحط عليه الماتور انا بسميه سدر العربية معاني سدر العربية وبالجزء الامامي ده ده اسمه سدر العربية واخيرا الكوبلن تاني بص يا جماعة الكوبلن ده خلي بالك بتزايد من هنا او بتشحن من هنا ومن هنا فانت لازم تكون ضامن ان الدنيا كلها بتشاشوف شو انا بقى انت حب بس ان ابحس على العربية والكلام ده كله المهم دلوقتي زي ما انتم شايفين تقريبا كده احمش محتاجين اي حاجة الا ان احنا محتاجين المساعدين اللي هما دول بص يا باشا دول الخلفين بالسوستة بتاعته وانت هدى من سوستة اهو وده الامامي بس كده يا سيدي هو ده المطلوب اثباته فخلا نيجي هنا نبدأ نحطه ونفتح شنطة واحد اتنين والاتجاه التاني واحد اتنين وهنا واحد وهنا واحد بس كده يا سيدي زي ما انتم شايفين كده قدر اقول لك ان احنا هنبدأ نجمع العفشة بتاعت العربية بشكل كامل بسم الله ما شاء الله ما ننساش علبة المفاتيح والعدة واحدة قولي عما يديو انت مش هترفع العربية على الكوريك اقول لك لا طنش بل عربية مش هنرفع حاجة على الكوريك هنشتغل على طول كده لله ولوطن الجزء اللي هيتركب عليه المتور وهيتركب عليه اجزاء العربية كلها فخلينا اول حاجة نبدأ نركب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نقفل علو اول ده اهم حاجة في العربية كلها لك انت تخيل نبدأ بقى نمسك المقصات نبدأ نركب المقص ده هنا وكذلك الامر برضو في الاتجاه التاني وطبعا لازم نقفلهم بص يا جماعة انت لازم تركب الحاجة اللي تركبها في الاتجاه ده لازم تركبها في الاتجاه التاني علشان ما فيش حاجة تقع منك لان المسامير دي على اهوية لو مسمار منهم مفكوك بص بص هتشوف التحديات ان شاء الله اللي جاء في تحديات جامدة نبدأ نركب الجزء ده وطبعا ما ننساش نركب المساعدة بس طبعا زماتكم شايفين البتاعة تفكرت منكنا لان احنا لازم نقفل الجزء ده الاول حلو الكلام بعزك يا باشا شو شو العرور بتعمل ازاي ايه ده يا حاج ايه ده ياما طب استني ما نقفلك شوف يا جماعة اسبتت ازاي اول ما ركبنا البتاعة اه هي تقريبا عشان سوستة واحدة ركبة في الاتجاه واحد فعلشان كده تلاقي قاعدة تتنطط محتاجين نركب البتاعة بتاعة الاول يا سلام يا سلام يا سلام والله يا جماعة امتع لعبة باستمتع بيها حرفيا وانا بجمع نبدأ نركب ده وطبعا ما ننساش ان احنا نربطه لازم تربطه وطبعا هنا السمولة اللي انت شايفها دي دي تقدر مسلا تزبط الزوية بتاعة الكاوتش العربية بصوا هتشوفوها بردو خليباك تزبط الزوية ده صعب على ايامهم ما عرفش بصراحة كانوا بيزبطوه ازاي على ايامهم لان الموضوع ببقى صعب جدا اما دلوقتي في اجهزة وبتاع بقداروا يزبطوا بقى المعايير بتاعتها وكده زي العسل هنبدأ بقى نركب هزا الجزء بس قبلها خلان ركب ده الاول وبعد كده يركب كده وراهم بعد كده نبدأ نقرط عليهم هما الاتنين بعزناك يا كبير ممكن تديلي مفتاح 14 حبيب يا ست الله يعطيك الف عفية واحلى حاجة هنا جماعة في ميسمر كار ان هو بص مساهل عليك الدنيا حرفيا اللي هو انت اصلا مش محتاجة انت تتركب بتاع الفرامل اللي مش هي جاهزة بس انت بتوعب تجمع كده اجمعات بسيطة لدرجة انت تحس اصلا العربية هيفة يعني بس في العياء يا لهو ده انت هتتنفق نفخة المهم زي ما انتو شايفين كده ركبنا الجزء الامامي من العفشة بعزك بقى تعالى كده باش نبدأ نركب الجزء الخلفي والجزء الخلفي اسهم من الامامي مئة مرة عشان الجزء الامامي فيه الموجه اللي هو يمين وشمال وفي نفس الوقت فيه حركة الماتور اول حاجة لازم تركبها هنا والله انسيت هو اول حاجة نركبها تقريبا يا جزء ده بس انا ليه حسوا معاوج مش هو هنا اه يا جماعة ده ده مقلوب ده ده مفروض هيبقى هنا والتاني هيبقى هنا في الاتجاه ده اه كده ركب اه ايزي عزيزي نبدأ نركب السستة بعد كده نبدأ نركب هذا نبدأ نقفل على اسطوانات اللي المفروض بقى هيركب عليها او الكارونا بنبعنا صح المفروض هيركب عليها الكويتشات تخيلوا كنت ناسيها دي بس كده يا سيدي زي ما انتم شايفين كده يعتبر جمعنا العفشة بتاعت العربية بشكل كامل دلوقتي بقى محتاجين ان احنا بقى نركب الكويتشات بتاعتها ولازم نركب الكويتشات بناءا عن ناقشة بس انا بصراحة ملاحظ ان الناقشة هنا يعني هي هي مفيش فرق كبير يعني فعموما هلانحطوهم كده بشكل عشوي خلق مع سعر الكويتشات في مصر دلوقتي وصل عشرين الف جنيه يا نهار ابيض الطاقم الكامل بقى عشرين خمسة عشرين الف جنيه. حلو زي الفل كده كده ناقصنا يا جماعة حاجة واحدة لازم نقداري بها الدنيا دي كلها وهو الرفرف هو ده. لما قولك عربية جايبة الرفرف اعرف ان هي بغير الرفرف ده. كان واحد صاحب يا جماعة راح يشوف عربية. هو راح على ايه بقى ان العربية فيها الرفرف بس. يجي بص يا عم الحج من جوة يلاقي العربية بص الحت دي كلها مخبوطة ودي مخبوطة اللي هو ايه العضم الاساسي بتاع العربية. طبعا لو انت غيرت الرفرف العربية عادي كده العربية فبريكة ما فياش ايه مشاكل. اما بقى مسلا لو الخطة مسماعة جوة لا دي بقى فيها انه. يعني لك انت تخيل بتنزل سعر العربية جامد يعني مسلا في طب العربية لو بمية. لا العربية مش هتوبها بمية هتوبها بستين. لك انت تخيل عشان خبطة زي دي ما هي جابها في الايه من رئيسي. يا نهار ابيض. خلي بالك بو انت راح تشتيرها عربية بص ده انا هشتغل فحص بعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. والله اصلا لك كنت عايزة ارجع للعبة اسمها ايدي. اللي احنا بنشترك عربيات ومباحة وبعرفش بكلام ده كله بسبب موضوع الفحص ده. زي ما انتم شايفين كده احنا يعتبر جمعنا الاجزاء العربية بشكل كامل وانا قلت لكم صراحة هنجمع العفشة بعد كده بعض الاجزاء الدخلية للكورسي. انا صراحة بفكر احط ده اقول لك سيب الريديتر دلوقتي. خلا بس اول حاجة نبدأ نركب نفسه. وفيه هنحتاج هزا الجزء والمفروض هندخل هنا جوها العربية واركبه هنا. شوفت الشكل عامل ازاي? والمفروض يبقى له بسمار يعني بس هو ليه? انت بعدكش بسمار يا ابني هنا? اه هم يا جاعة شوف مستخبين في الولاد اللذين. شايفكم انا? لا. بسم الله. وادي التاني كده ضرور لك انا احنا امورنا تمام. دلوقتي بقى بعزك بقى هاتل الرياضة ابن الناس المحترم ده يشوف الشكل عامل ازاي? يا ابني امسك قبل ازاي الناس يا ابني. لا حاولها الاقوات اقلب الله. ركب كده يا مدير. وقفلي اسطح. يا سلام عليك يا عملي ميدو على تقفلتك الحلوة. انا بصراحة كان نفس اركب الطابلوه ولكن زي ما انتم شايفين فيه هنا كهرباء لازم تتوصل بعد كده اركب الطابلو فوقها. فانا بصراحة كنت كان ودي اركبه الاول بعد كده يلا عادي عمل حاجة ما فيش اي حاجة. دلوقتي بقى يا جماعة محتاجين ان احنا نزوق العربية دي نحاول بقى ندخلها جوه عندنا في الورش عشان نبدأ نركب الفرامل بتاعليات. بسم الله. على مالك يا حاجة. المشكلة يا جماعة العربية بصوا بفاش سنة فرامل اساسي. نزلت في الحفرة. لا احنا يا جماعة مش عايزين كده الموضوع ده. مش هينفع الازف شديد. زوق كده يا اسطح. واحدة واحدة يا مدير. كمان سنة. حبيبي يا اسطح. سنة بس بس كده. يلا على مهن سنة سنة. يمين وشمال. يمين وشمال. سنة سنة. بس بس بس. ايه وقتعت لا الى الا الله. انا ما كنتش عايزك تدخل الدخل ادي يا زكية. يعني ازق فيه كده. انت عربية بعد كيش دي عم تذكري جماعة نعرف نطلحها من هذا الماظق. والله انا مش حاكسي الصراحة ان هي هتطلع. ازا ايه ده? عم بتتركب جوها العربية. ممكن مسلا نجيب هذه العفريطة الكبيرة. ونحاول نعمل ايه بس يا عميمي دوستاني بس ايه اتقل احنا ممكن برضو نحاول نرفع من هنا بحيس ان هي تخلي العربية بس لا والله مش هترفع بنت اللي طب مسلا لو اجبنا هنا العقريطة في هذه المنطقة وحاولنا نرفع برضو نفس الكلام طب بصوا كده اوف الرف ده احنا نسألنا ربطوا استداءوا اقول ده رفري اتفاكوا اساسا اللي هي حاولوا على قواتي الا بالله يا نهار ابد شكلها جبا مش نفع يبقى ازا بقى مش دماش حل اللي ان احنا ايه بالزبط كده نزقها يلا يا بيت تطلعي طب انا عندي حل تاني يلا هو العربية متروسة ترسة انا ايه اللي عملته في نفسي ده يا رب ها الله هو اكبر شفت ان انت عاملة زي يامها رب اتقلبت جول بتاعها لايه حولها ولا قواتي الا بالله يحجع قالي كده والله يا نفسي افها ما انا صاحب ليه عامل كده زقة جديدة جدا اجد عن زقة صعبة والله ايه المهمة في الاخر ان هي رجعت للوضع اللي انا عايزه بس ممكن باعزك بقى تاخد من هنا زقة وملي اتجاه التاني زقة حلو اوي بس كده بس مرة على كده بقى حاجة نبدأ نركب الارفوف تاني قال لا اه ده يا جمعة تحس الارفوف زعلانة من حد خلاص يا عم سيب الارفوف دلوقتي احنا اسفين والله احنا اسفين اللي احنا ضيعنا وقتنا معك وركبناها هتلب عزك كده الشبكة الامامية عايزوا اشتراح شكل عربية كده اه والله داردس ممتاز جدا دلوقتي احنا محتاجين فرامل اليد اه دي البتاعة بتاعة الفرامل وادي فرامل اليد نفسه ايوا كده اوه ده المطلوب يزباته ركب يا مدير حلو اوي زي الفل ممكن بعد ازنا كده تفتح لهذه البتاعة دي يا جماعة مش تبعنا دي خالص دي بتاعة نقل الغيرات فاحنا مش محتاجينها اصلا فاحنا ممكن اصلا نركب عصاية الفيتس نفسها بعد كده يبقى البتاعة دي بقى لما نركب الماتور يبقى نزبطها ان شاء الله حلو اوي طبعا لازم ننزل بقى نبدأ انا ارقط هنا على بتاعة الفرامل من هنا من ازيل المنطقة حلو اوي كده زي الفل نشاك بس على الفرامل اللي هنا انا بس عايش شفتني الفرامل اللي كده بيكون متأفل ولا لسه محتاج سامولا يقفلها هنا ايوا قد الخرطوم لأ متأفل طيب كده تمام وزي الفل كده قدر اقول لك ان احنا انتهينا النهاردة من تركيب العفشة بتاعة العربية ممكن برضو ركب معها عشان لما نيجي لبقى المرة الجاية نبدأ فهم انت يبقى الدنيا كلها ركبة تمام فسوه بعد ازنك يا بروه ممكن تجي لي هنا بس نشوف بس الجزء العمامي ايوا هو كده مزبوط نحطه كده بس ثانية ونمسك مسلا هنا ونبدأ نميل كده ميلة بسيط جدا وركب ياسطا يا سلام عليك يا عمي ميل ايوا هو ده المطلوب اثباته بس كده سيدي اتوقع كده احنا امور بصلاح ما عرفشنا ربط البتاع ده على ايه يعني بس ايه اشتا خلاص كده احنا ربطناه مفوض يبقى مسلا فيه واحدة في نص الطريق لما فيش الكلام ده كله بيم دابلة طبعة مختلفة بتقدر تربط الشكمال من اول ومن اخره المهم زي ما شايفين كده شبا يمكنه وصلت الحلقة ان شاء الله بقى الحلقة الجاية عايزين انا بصراح كنت عايز اركب الكراسي والدنيا دي كلها ولكن قلت لا سيبها بقى في حلقة التقفيل العربية بشكل كامل لان لسه ان شاء الله عايزين نسقط الماتور وعايزين نبدأ نوصل القهرباء ونبدأ نجرب الماتور فلو الماتور اشتغل كده مية مية نبدأ نزبط زوايا العربية بعد كده نبدأ ان شاء الله لو في وقت يعني نقفل العربية كلها في حلقة واحدة ما فيش وقت ان شاء الله هنكمل الحلقة الجاية ما تساش بقى اللايك ونشراك في القناة شكرا على خير سلام